استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتح السيسي وفدا من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والأثار برئاسة مجد البدوي رئيس النقابة وأكد رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القروني المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتح السيسي وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نوا كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه وتشكيلها سيكون من أساتذة الجامعات ومثقفين وخبراء في كافة المجالات من أجنبه أكد وفد النقابة على القيام بدورهم بما يتفق مع ما حدده القانون والدستور بالعمل على التوعية السياسية للمواطنين في كافة الفئات بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب حيث من المقرر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية للمواطنين مع القيام برفع الوعي وتعزيزه فضلا عن إقامة المؤتمرات المختلفة للإعلام وإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدر السنوات الماضية وتأكيد على أن المواطنة جزء من صناعة القرار ترجمة نانسي قنقر